ممكن على مر العصور على مر تاريخ النادي الأهلي بنشوف نجوم من القرى الأفريقية فعلا بيتميزوا وبيعرفوا يصنعوا ليهم ويسطروا اسمهم بحروف من دهب زي ما بنقول زي النهاردة علي معلول وبدر بنون اللي أنا بقوله ربنا يا شفيك من بعد طبعا نزلت البرد دانيا ساعة جدا أنا داي بتوجعني من البرد اليومين دون وديونج طبعا طبعا فموافقين دايما دايما نقطة مهمة جدا برضو عايزة أتكلم فيها وبعيدا عن ماتش النهاردة الحقيقة أو يمكن معرفناش نتكلم لأن كنا بنفنش الحال أمبارح لما كنا بنتكلم على القرار اللي أعتقد أنه جاي جدا من قبل اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري زي ما بنقول ما ينفعش لازم نقول شكرا المهندس أحمد مجاهد طبعا تخفيض عقوبة حرسنا الكبير محمد الشنوي من أربع مباريات لمباراة واحدة وده الحقيقة يعني ما يعبش أبدا أن أنت تصحح الخطأ وأفضل من أن أنت تسرع عليه عايزة كمان أشيد بشكل خاص جدا بالمهندس أحمد مجاهد الحقيقة لأن يعني الراجل بعد ما شاف أنه لجنة المسابقات أخدت قرار متسرع غير صحيح درس الأمر مرة تانية أو درسه من جديد ومرضاش أنه يفرد عقوبة ضلمة من هذا النوع على الشنوي وصحح الموضوع بسرعة وما أخدش وقته أخد فعلا قرار بأنه يخفض العقوبة ليه مباراة واحدة وزي ما انتقدنا هنا في البيت الكبير أو في المكان ده من كم يوم لجنة المسابقات وقرارها المتسرع على الشنوي فكان لازم كمان أن نحن نحيي لجنة ثلاثية وبالمهندس أحمد مجاهد الحقيقة وبنوجه له الشكر لأنه رفع الظلم وبيصحح خطأ أو أوضاع يعني ما كانتش صحيحة على الإطلاق وده اللي بيضمن يا جماعة نزهة المسابقة والشفافية زي ما قلنا والعدالة في أن أنت تتعامل مع كل الفرق المتنفسة بمبدأ يعني العدالة ده المبدأ اللي يمكن النادي الأهلي بعد خطابه لللجنة الثلاثية وزي ما بنقول دايما إحنا ما بنطلبش أكتر من حقنا إحنا بنطلب العدل والعدل للجميع مش للنادي الأهلي بس أعتقد بداية كان عقوبة الشناوي عقوبة ظالمة لا أساس لها من الصحة وفيها خطأ إداري وكلمنا في الكلام فيها شهود فيها خطأ إداري والخطأ الإداري هو وارد لكن في نفس الوقت تصحيح الأخطاء يعني ده شيء جيد لكن كل نتمنى أن العدالة للجميع وخاصة كمان النهاردة سيهم لفت نظري كمان أداء الحكم اللي كان موجود كان فيه نوع لسه نوع من أنواع العصبية نتكلم بكل أمانة الحكم بيدي إنذارات أنا في وجهة نظري برضو إنذارات لا ما بتستحقش إنذارات النهاردة وابل من الإنذارات للنادي الأهلي في مواقف كتيرة جدا لا تستحق الإنذار آه في بعض الفولات تستحق الإنذار لكن تحسي أنه كمان فيه أداء عصبي وهو بيدي الإنذار للنادي الأهلي فخلينا نتكلم يا جماعة خلي الموضوع ريلاكس يعني أنا ما بقولش معاملة خاصة للنادي الأهلي أو لعبة النادي الأهلي احنا بنتكلم على مسابقة الدوري نتكلم على مسابقة كبيرة زي الدور المصري كل الفرق تتعامل بنفس المستوى ما فيش فرقات أبدا لكن ده طبعا ده طبيعي إنك الحكم بتعامل كل الفرق لكن الأداء العصبي أمام النادي الآله النهاردة شوفنا برضو في كذا لقطة إن فيه إنزارات بتطلع بسرعة جدا فيه إنزارات ما تستهلش فخلينا نتكلم تاني نتمنى أن المنظومة الرياضية كلها في مصر تمشي بشكل رائع ما أثرش على تركيز الفريق خاصة في الشوت التاني لا أكيد طلع بعض اللعيبة يعني التراكمات بتعامل اللي فاتت من الساعة الماتش اللي قبل ده يعني خلاص الدنيا بتهدف وأنا دايما أقول لك إيه هنا إحنا دايما بنسرعش إن إحنا نتحكم وخلاص أو ننتقد وخلاص وخاصة التحكيم التحكيم ده يعني يعني عارف اللي هو إيه ماينفعش نيجي جنبه ماينفعش إن إحنا نسيق ليه بس لما نشوف حالات مشابهة أو ألعن من اللي حصلت فأنت لازم تبتدي تتكلم لأن زي ما بيقولك ومين اللي هيتكلم طبعا إحنا بندفع عن حقوق النادي الأهلي وفي نفس الوقت بندفع عن حقوق المسابقة ككل يعني ده ده مهم مشابقة ككل شفافية عايز المسابقة تنتظم بشكل كويس إدينا حقنا وإدي كل الفرع حقها وهو ده المطلوب ترجمة نانسي قنقر